بسبب أزمة اقتصادية وقانون الضريبا دلعت احتجاجات شعبية في الأردن أدت إلى إيقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعين عمر الرزاز بدلا عنه في حزيران الماضي عندها وعد الرزاز بسحب القانون لكنه طرح مسودة جديدة معدلة منه طلب من الوزراء التجوال في المحافظات ولقاء الناس لإطلاعهم على تفاصيل قانون الضريبة الجديد والمعدل بالفعل الوزراء بدأوا القيامة بتلك الجولات وهذه واحدة منها في محافظة المفرق التقى وزير البلديات والمياه ومسؤولين آخرين بالفعاليات الشعبية لم يكن اللقاء سليسا بسبب حالة الاحتقان وحصول توتر ونقاشات حادة من بعض المواطنين لكن هناك سيدة لفتت الأنظار عندما تكلمت عن الكهرباء وعن سعر اللحم في هذا الفيديو تظهر إلى جانب وزراء في قسم من الشاشة أنتوا جايين اتنخشوا قانون ضريب وأنتوا مقتنعين أصلا أن المواطن رافضوا رافضوا قلبا وقالبا يعني أنتوا بتقول متقاعد الضمان أصلا هاي أكثرهم موجودين مش ملحق 180 دينار يعني إذا بدأت دفع فتورة كهرباء بدأت أحرموا لدي شهر من أكل جاج أو لحمة بينما إكلاب المسؤولين شبعان لحمة لذلك أرجوكوا إكلاب المسؤولين شبعان لحمة لقي الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي هذه نماذج من التغريدات صلاح يقول اخترجال وقالت كلمة حق بينما جميل خليل أبو محارب يقول اسمها إمليث والله إنها نشمية حكت اللي ما يقدروا يحكوا رجال واللي ليهم شوارب أما ذيب شمر يقول أتمنى من الشعب أنه ما يروح على هيك لقاءات مضيعة للوقت الطخ بالجنوب واللعب بالشمال بلال العدوان يقول الملك هو الذي عينهم وهو اللي بده يصير هيك كل الأوامر بيأخذوها من عند الملك مسبقا من فعالية أخرى صحفي مجدي الباطية نشر فيديو من الجامعة الهاشمية في الزرقاء حيث منع الناس والوزراء من الحديث هتفوا لهم بره بره وحكومة حرامية أجبروهم طبعا على مغادرة القاعة ترجمة نانسي قنقر